اهلا بحضراتكم في السادسة ونبتدي باخبارنا النهاردة يعني زي ما قلتلكم في البداية طبعا الاهلي خلاص تلقى خطاب رسمي من اتحاد الكرة بيفيد بتأجيل مطش الاهلي مع امبي في دور 16 في الكاس مصر واللي كان مفترضا انها هتتلعب يوم الجمعة الجاي يوم 4 يونيو وهيتم التحديد بقى معايد بعد كده لاحقا يعني للمواجهة اللي هتجمع الاهلي مع امبي كده احنا ما عندناش غير مطش الترجي ان شاء الله يوم 18 يونيو في زهاب قبل نهائي دور الابطال مطش هتلعب في تونس وبعد كده نرجع ان شاء الله بعدها باسبوع تحديدا يوم 25 نقابل الترجي في القاهرة بعد ما نكون عملنا ان شاء الله نتيجة كويسة في تونس ريحنا في مواجهة العودة الاول مرة من زمان حقيقة مش فاكر من امتى الاول مرة من زمان يكون عند النادي الاهلي مساحة وفترة يستعيد فيها عفاته لان الحقيقة اللعيبة عملت موسمين يعني دخلين في بعض حققوا فيها كل القاب البطولات اللي شاركوا فيها باستثناء المونديال كاس عالم اندية واللي حققوا فيها برونزية برضو ده شيء يحسب للجيل ده من اللعيبة لكن ما اعتقدش انه كان عندنا فترة توقف فيها الاهلي لفترة زي الفترة اللي بتسبق مواجهة ترجي تونس